برأيك سيد نبيل ما هي الجهات التي ربما صنعت هذه الحالة حالة الهلع من الإسلام ومن المسلمين ومن ازدياد أعداد المسلمين في أوروبا يعني هناك أسباب تاريخية قديمة يمكن أن نعود بها مثلا هناك دراسة عن كيف كانت تعرض اليعرض الدين الإسلامي في الكتب المدرسية التي في المدارس مثلا الكاثوليكية والبروتسانتية فنجد الواقع أنه كان يعرض عرضا سيئا للغاية أيضا لعب الفكر والفن والوسائل الفنية يعني مثلا السينما الأمريكية بصورة خاصة بعرض صورة سلبية عن المسلمين إلى حد كبير فأثارت الهلع يعني كان هناك إساءة كبيرة للإسلام لفترة طويلة من الزمن تاريخيا وكان هناك تصوير للمسلمين بأنهم مثلا في ألمانيا كانوا يسمونهم المحمديون يعني كأنهم يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم هناك الواقع الدين السيف يعني كأنه انتشر الإسلام من خلال الحروب فقط مع أن أكبر بلدان الإسلامية لم يدخل فيها جيش من جيوش الإسلام جيوش الفتوحات كما نسميها في التاريخ فالواقع كان هناك إذن تخويف من الدين الإسلامي فترة طويلة من الزمن الآن اليمين المضطرف في الواقع تبنى ذلك ولكن الأخطر من اليمين المضطرف بأنه من أجل الحصول على أصوات أصبحت بعض الأحزاب اليمينية بصورة خاصة وحتى اليسارية السابقة لأنه لم يعطي وجد أحزاب يسارية بمعنى الكلمة يعني هذه الأحزاب أسبحت تتبنى تصورات التي تطرحها اليمين المضطرف تجاه الأجانب عموما والمسلمين من الأجانب تخصيصا حتى يستطيع الواقع أن يكسب الأصوات من جديد أو يصحب البصاط من تحت الحزب اليميني فبدلا من أن يحل المشكلة كان يضاعف المشكلة ويضاعف الأزمة الآن الحقيقة إلى حد كبير الشباب المسلم الحديث إلى حد ما وبين خلال اندماجه في المجتمعات الغربية اندماجا إيجابيا ومن خلال اندماجه في المدارس وعلاقاته التي يصنعها في المدارس مع الآخرين أصبح هذا التخويف من الإسلام بضاعة مزجاة لم تعد لها قيمة كبيرة بدأت تفقد مفعولها ولكن لا يزال الإعلام يلعب دورا سلبيا إلى حد اللبأ سبيع على هذا الصعيد مثلا من ناحية الاقتصادية عندما يتحدثون عن ناحية الاقتصادية ويقال من جانب المتطرفين اليمينيين بأنه المسلمون أو العمال الأجانب يحتلون أماكن العمل ويسببون البطالة هذا الواقع كلام غير صحيح على الأطلاق يعني كل الدراسات تفنده أو يأخذون من الدمانات الاجتماعية حسة الأسد وهذا أيضا غير صحيح يعني لو أردنا ذكر أرقام يمكن أن نذكرها أيضا بأن هناك الواقع عرض سلبي عن الإسلام غير صحيح فالإعلام ما زال يلعب دورا لا بأس به ولكن مع الزمن يمكن أن يتغير هذه تلقائيا يعني لا يحتاج المسلمون إلى حملات مضادة من أجل الدخول في معركة الواقع الدحول المعركة هذا يسبب ردود فعل سلبية غالبا ولكن من حلال احتكاة الإيجابي مع الآخرين ومن خلال الانفتاح والتواصل يمكن الواقع تتغير هذه الصورة بشكل إيجابي وهي تتغير بالفعل لذلك نحو نجد المظاهرات التي يتحدثون عنها والاحتجاجات التي يتحدثون عنها بسبب غزة تضم الواقع من المسلمين قطاعات معينة ولكنها تضم قطاعات كبيرة من غير المسلمين من أهل البلاد الأصليين أو من أهل البلاد الأصليين بمعنى القومي يعني يشاركون في هذه المظاهرات ويدافعون عن حقوق الإسلام والمسلمين سواء كانت في غزة وفي فلسطين أو سواهما من المناطق ترجمة نانسي قنقر